اهلا وسهلا بكم نهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض بداية السلسلة بتاعة انجلش نيوس هنبدأ هنبدأ فيها بكتاب الفوكابولاري نيوس لوالبري انترميديت هنبدأ مع بعض بيونت سيكس لان انا كنت الحقيقة عاملة فيديوهات ايام ما كنت بشرح لخطة بتاعة مايكل يوسف كانت موجودة معنا كل الفيديوهات بتاعة المقدمة اللي هي اول كلهم مشروحين على القناة هنا فاحنا هنبدأ مع بعض من اول درس بعنوان دلوقتي فكرة عمل الكتاب ده يعني سريعا كده تاني عشان نفتكر ان هو بيجمع لنا الكلمات الخاصة بكل موضوع لوحده يعني مثلا يونت سيكس هنا او الموضوع اسمه هنا هيجمع لنا كل الكلمات اللي هي اللي بتخص المستوى المتوسط واللي هي related to classroom language اوكي طيب احنا كمان اتكلمنا في فيديوهات المقدمة عن طريقة عمل الكتاب ده طريقة عرض الكلمات هنا هتكون بكذا طريقة الطريقة الاولى هي ان هي ان الكتاب يقدم لنا الكلمات دي الكلمة والصورة اللي خاصة بيها زي سكشن اي كده ما بيورينا في طريقة تانية هنشوفها في سكشن زي السكشن اللي جاي اللي هو سكشن بي هنا مفيش صور السكشن بنوان classroom activities هنا هيقدم لنا الكلمات او معاني الكلمات بشكل تاني هو انه مسلا ممكن يدينا explanation او يدينا definition للكلمة دي بيجيب لنا الكلمة بيحطها لنا في البولد وبعدين بيقدم لنا definition او explanation بتاعها بعد علامة الاكل اللي احنا شايفينها او ما بين القوسين في طرق تانية هنشوفها هو انه مسلا ممكن يدينا synonym او يدينا antonym للكلمة دي يعني يدينا مرادفات او يدينا الكلمات المضادة لها او الكلمة وعكسها في طرق تانية مثلا زي انه هو يدينا كلمة دي في example او يديها لنا في سياق دي طريقة تانية من الطرق اللي ممكن نشوفه طيب من خلال الطرق اللي انا قلته دلوقتي هنشوف دلوقتي الموضوع بتاعنا اللي هو classroom language هيقدمه لنا ازاي دي عبارة عن مجموعة كلمات بنستخدمها في classroom زي ايه مثلا سكشن اي هيكلمنا عن equipment اللي هي المعدات اللي احنا ممكن نستخدمها جوه classroom الأدوات يعني in other words نخلي بالنا كلمة equipment اللي مكتوبة فوق دي كلمة uncountable يعني ما ينفعش نقول equipment ما ينفعش نحط لها s ما ينفعش نستخدمها في سياق الجامع فهي بتستخدم كمفرد وما بنحط لهاش s الجامع تعالوا كده نشوف ايه هي equipment اللي احنا ممكن نستخدمها داخل classroom اوكي طيب ايه طبعا كل كلمة شرحة نفسها لان هي جاية مع الصورة بس احنا هنحاول نتعرف على الكلمات دي مع بعض ولازم نكون عندنا فكرة عن نطقها الصحيح اوكي اول كلمة معناها كلمة فيديو كسات طبعا معناها اللي هو شريط الفيديو نخلي بالنا الكسات مش جهاز التسجيل اوكي كلمة كسات اللي هي الشريط نفسه الفيديو تايب ممكن نقولها بطريقة تانية فيديو تايب او فيديو كسات طيب في عندنا كمان كلمة كسات بس اللي هي شريط التسجيل اللي هو الخاص الصور بالتاة اللي هو الجهاز التسجيل اللي مثلا ممكن نشغل عليه اي حاجة اغاني مثلاً فده اسمه تايب ريكو در يبقى الجهاز نفسه تايب ريكو در ور كسات ريكو در لكن الشريط اسمه كسات وناخد بالنا من النطق اسمها cassette مش cassette تمام؟ يبقى الاسترس بتاعنا على المقطع التاني cassette تمام؟ الكسات ممكن ان هو يستخدم في tape recorder او في video cassette طيب ممكن نستخدم دي او دي جوة ال classroom يعني الادوات بتاعت التيتشر اللي هو بيستخدمها مع ال students ممكن كمان نلاقي ايه جوة ال classroom ممكن نلاقيه briefcase briefcase اللي هي طبعا الشنطة اللي بنحط فيها الفايلز ممكن نحط فيها notebooks بنحط فيها حاجات مختلفة يعني ممكن نلاقيه تبقى شنطة مثلا خاصة بالطالب وممكن تبقى شنطة خاصة بالتيتشر اللي هو بيحط جواها الادوات بتاعها بعد كده عندنا pencil sharpener اوكي ده نطق الكلمة sharpener اوكي اللي هي البرية طبعا زي ما احنا شايفين طبعا عندنا كلمة bag وفيه فرق ما بين ال bag وال briefcase ده شكل ال bag لكن ال briefcase اللي هي بتبقى شبه شنطة المحامي شوية دي اللي هي بيبقى فيها الكابسول بتبقى من قدام تمام دي اسمها briefcase ودي compound word ما ينفعش ان احنا نفصلهم عن بعض هي على بعضها كده briefcase اوكي بعد كده كلمة socket ناخد بالنا كلمة socket اللي هو طبعا البطن اللي هو اللي موجود in the wall احنا بن turn on او بن turn off the light من خلاله بن turn on او turn off the electricity طبعا اللي هو الزرار بتاع تشغيل الكهرباء او النور مثلا اسمه socket اوكي بعد كده عندنا كلمة rubber rubber طبعا عارفين معناها ايه rubber بعد كده عندنا photocopier photocopier دي ممكن ان احنا نلاقيها في ال classroom بنستخدمها احيانا لتصوير الورق فهي مكنة تصوير الورق اسمها photocopier ممكن كمان نلاقي highlighter pen اللي هو القلم اللي احنا بنستخدمه علشان highlight او يعني نعمل كده light بنحدد كده بي بنعمل الزل كده او بنحدد الاجزاء اللي احنا عايزين نhighlight او بنحددها علشان دي الاجزاء المهمة مثلا انو احنا بنقرأ كتاب او بنقرأ قصة مثلا اوكي اسمه highlighter pen من بعد كده عندنا كلمة chalk نخلي بالنا جدا من النقط اسمها chalk اوكي ال L silent ال A like all sound chalk اللي هو التبشير اللي بنكتب بيه على board green او blackboard اوكي دي ممكن تكون كلمات مألوفة شوية فيه كلمات تانية ممكن تكون اول مرة تعدي على بعض مننا يعني زي كلمة hole punch hole punch زي ما احنا شايفين اللي هو ده عبارة عن يعني آلة او tool بنستخدمها علشان to make holes in the paper اللي هي الخرامة بنقول عليها بالعربي بنخرم بيها الورق اوكي طيب اسمها hole punch hole punch بعد كده عندنا الفايل طبعا عارفين الفايل يعني ايه something in which we put documents اوكي يعني عبارة عن container كده او يعني حاجة احنا بنحط فيها ال papers او ال documents بنحط فيها مستندات او بنحط فيها الورق طيب في جهاز اسمه ohp اللي هو overhead projector موجود احيانا بنشوفه في الجامعات او في المدارس او بيكون في جزء كده اسمه oht اللي هو اختصار overhead transparency ده عبارة عن جهاز عرض فوق الرأس يعني او اسمه كده بالعربي بيعرض اه 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 يعني ايه حاجة اسمها transparency بيبقى ورق شفاف بنكتب عليه وبيتم وضعه هنا في الجزء ده وبيتم عرضه عرض الكلام المكتوب على الورق الشفاف اه على الحائط او على البورد اوكي يبقى الجهاز اسمه overhead projector ونخلي بالل ان فيه فرق ما بينه وما بين المالتي ميديا projector اللي هو الجهاز المألوف اللي احنا بنوصله بالكمبيوتر او بنوصله بشاشة وبيبدأ ان هو يعرض لنا الحاجات دي على البورد بيعرض لنا فيديوهات مثلا اه وده اللي موجود او متعارف عليه دلوقت طيب اخر حاجة عندنا كلمة plug plug اللي هي طبعا الفيشة اللي احنا بنحطها in the socket يبقى الجزئين دول اللي هم علاقة ببعض this is the plug and this is the socket دي بالنسبة للكلمات الخاصة بالpart الاولاني من الدرس ناخد بالنا بس من الملحوظة دي ان بعض الكلمات دي احنا بنستخدمها كverb وممكن ان احنا نستخدمها كمان نستخدمها ك noun وممكن ان يحصل فيها تغيير يعني يحصل فيها تغيير بسيط او ان ممكن ما يحصلش فيها تغيير خالص يعني ايه؟ مثلا كلمة من الكلمات زي video كلمة video اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو النوم الفيديو اللي هو المقطع اللي احنا ممكن نشوفه او كلمة video معناها مثلا الجهاز نفسه اللي احنا بنشوف عليه الفيديوهات اللي هو الكاسات نفسه اللي هو الفيديو كاسات او الفيديو تايب دي كده مستخدمة ك noun طيب احنا هنا ممكن نستخدم نفس الكلمة دي من غير اي تغيير ك verb نقول مثلا to video معناها to record a program on video ان احنا بنسجل يبقى كلمة to video يعني to record طيب كلمة photocopier canoun اللي هي الآلة او المشين اللي هي آلة التصوير او ما كانت التصوير نفسها لما استخدمناها في canoun كنا حطنا لها er في الآخر لكن لو هنستخدمها ك verb الفعل ان هو حد بيصور ورق to photocopy من غير طبعا ال er فهنا ال change اللي حصل ان هنا بنزود er لما بنستخدمها canoun so to photocopy means to use the photocopier خلو بالكو الطريقة دي اسمها definition لها ان احنا we provide the meaning of the word in words يعني بنشرح المعنى كده بالطريقة دي اخر كلمة معانا كلمة highlight اللي احنا استخدمناها من شوية as a noun highlight or pen تمام الفعلة منها to highlight اخر حاجة كلمة file الفايل اللي احنا اخدناه هنا كnaun هنا بقى ما فيش اي change كلمة file كnaun هي هي كلمة file كverb اوكي to file something means to put things in a file اوكي حنشوف القسمة التاني اه هنا عندنا classroom activities اللي هي بعض الانشيطة اللي ممكن نعملها جوة ال classroom زي ايه مثلا هيجلنا مجموعة verbs مش nouns اوكي نركز بقى شوية ونشوف ايه ال verbs اللي احنا ممكن نستخدمها inside a classroom اوكي نشوف كده هي حتيجي الكلمات اللي بالخط التقيل زي مثلا كلمة look up كلمة look up معناها ايه بنستخدم الكلمة دي دايما مع كلمة word فيه collocation او متلازمة نفظية look up a word وتحديدا look up a word in a dictionary تمام معناها ايه بقى ده ده phrasal verb يعني فعل مركب مكون من اكتر من كلمة تمام phrasal يعني يعني عبارة phrasal يعني عباري فلما نقول phrasal verb يعني فعل عباري او فعل اصطلاحي يعني فعل مركب او مكون من اكتر من كلمة واحدة بيكون عبارة عن فعل زائد preposition زي look up تمام والpreposition بيكون متحكم في معنى الverb كله يعني مختلف عن كلمة look لوحدة look up معناها to search or to find the meaning of a word in a dictionary اوكي to look up a word if you don't understand it لو احنا مش فهمين معنى كلمة بندور عليها او بنلاقيها in a dictionary في القموص عشان نعرف معناها طيب بعد كده activity التاني اللي ممكن نعمله inside the classroom الفعل borrow borrow means to borrow something from someone معناها to use it then return it يعني يستعير شيء ان هو بيستلفوا و بيرقاوا تاني بعد ما يخلص اوكي مثال على كده to borrow someone's dictionary or rubber الفعل التالت معنا كلمة rub out to rub out something يعني نمسح to erase اوكي to erase mistakes يبقى هنا الكلوكيشن rub out mistakes او erase mistakes برضو بتساوي في المعنى كلمة remove بس remove using ايه بقى using a rubber ناخد بالنا قوي عشان في فعل تاني حيشبهه حيتكرر كمان شوي معنا rub out mistakes in your notebook يبقى هنا بنستخدم الفعل rub out لو احنا بنمسح حاجة في النوت بوك او في البوك لكن بعد كده هيجيلنا فعل تاني rub off وحييجي الكنان ده هيجي مع البورد عشان ما نلخبطش ما بينه في rub out وفي rub off طيب هنا لو احنا بنستخدم rub out معناها ان احنا بنمسح الحاجة دي تماما بنمسحها باستخدام rubber لكن لو احنا قلنا cross out cross out مش rub out معناها يشطب يعني to cross out mistakes لو احنا مثلا بنستخدم البن طبعا البن مش يعني مش بنقدر ان احنا نمسحه فاحنا بنعمل ايه we cross out لكن لو احنا بنستخدم البنسل يبقى هنا we rub out mistakes with a rubber or with an eraser اوكي طيب نشوف كده things that teacher may do in the classroom ايه الاجتباتيز الخاصة بالteacher plug in the tape recorder ناخد بالنا الفعل plug in معناها ان حد بيحط يعني بيوصل جهاز في الكهرباء كلمة plug زي ما قلنا من شوية معناها الفيشة الكهربائية لكن plug in plug in اي جهاز plug in the computer plug in the tape recorder اي حاجة معناها بيوصل الجهاز ده بالكهرباء to put the plug in the socket and turn on the electricity طيب الفعل البعض كده turn up ده كمان phrasal verb معناها to turn up the tape recorder or to turn up the cassette or the cassette recorder or to turn up the television or to turn up اي جهاز معناها يعلي الصوت to increase the volume okay to increase the volume معناها ان هو بيزود الصوت ناخد بالنا علشان الفعل ده ممكن ان هو كفرازال verb ييجي بعض preposition تاني زي turn on الفرق بين turn on و turn up turn up معناها خاص بالصوت يعني يعلي الصوت لكن turn on معناها switch on يعني يشغل او ان هو يعني بيولع الحاجة دي بيولع النور مثلا switch on the light او turn on the light لكن يعلي الصوت turn up يوطي الصوت العكس turn down يبقى turn up عكسها turn down لكن turn on عكسها turn off يولع ويطفي تمام so turn up means to increase the volume if the students can't hear it طيب بعد كده كده الفعل rub things off the board دي طبعا من اختصاص teacher ممكن يعمل ايه تاني اللي احنا قلنا من شوية في فرق ما بين rub out والفعل اللي احنا the board يانه يمسح الصبور من المحتويات اللي عليها okay to rob things of the board rob things of the board اللي ممكن اللي ممكن زي بالظبط rub things off the board okay ممكن الteacher يقول write these words down ممكن يسأل الstudents to write the words down write down معناها يدون okay to write these words on a piece of paper or in a notebook ممكن ان هي تدون على قطعة من الوراء او في الnoteبوك okay ممكن مثال تاني انريك خد اسمه كده يعني انريك could you swap places with Lorena ممكن الteacher يسأل حد ان هو يبدل الاماكن مع حد تاني يبقى swap places يعني to exchange places يبدل مكان مع حد ناخد بلنا من نط الكلمة دي swap okay ال a هنا نطقها off sound swap اخر فعل ممكن الteacher يسأله للstudents repeat كذا after me repeat this sentence after me to repeat means to say again تمام معناها يعيد او يكرر section c هنا هيتكلم عن مجموعة vocab مجموعة كلمات خاصة بالquestions اللي ممكن الstudents يسألوها للteacher دلوقتي الstudents عايزين يسألوا teacher سؤال يسألوا السؤال ده ازاي مثلا عايزين يسألوا عن معنى كلمة او spelling بتاع الكلمة او نطق الكلمة او ازاي تم استخدامها في جملة ايه طبيعة الاسئلة اللي ممكن يسألوها اول سؤال مثلا لو احنا عايزين نتكلم عن المعنى او الstudents عايزين يسأل عن المعنى هيقول what does كذا mean وليكن مثلا هناخد example على كلمة drink نقول مثلا what does drink mean اوكي ناخد بالنا الموجود ما بين الاقواس ومشطوب عليه ده معناه الاشتخدام الغلط اللي هو ممكن بعض الناس يعملوه يعني ما نقولش السؤال ده بالطريقة دي what means x لأ نقول what does x mean طيب لو احنا عايزين نسأل عن نطق الكلمة اوكي نقول how do you pronounce it مثلا how do you pronounce drink اوكي يبقى هنا استخدمنا اداة الاستفهام how لو احنا عايزين نسأل عن spelling مثلا بتاع كلمة bicycle نقولها how do you spell bicycle how do you spell bicycle طيب لو احنا السؤال عايز يسأل عن استخدام كلمة معينة في جملة هنقول how do you use كذا in a sentence وليكن كلمة drink اللي احنا اخذنا عليها المسال how do you use drink in a sentence السؤال الخامس اللي ممكن الستودنس يسألوه هو الفرق ما بين كلمة وكلمة مثلا الكلمتين دول متشابهتين في النقط متشابهتين في spelling متشابهتين في المعنى او في الاستخدام نقول what's the difference between x and y what's the difference between the word repeat and the word rewrite مثلا اوكي طيب احنا كده خلصنا شرح الدرس دوركم دلوقتي ان انتو هتحلو الاسئلة بتاعته الاكسرسايز دي وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات هتحلو الاكسرسايز دي واي حد عنده اي مشكلة يريد يبعط لنا على الجروب بالنسبة للكتاب ده هو يعني الميزة اللي فيه ان هو موجودة فيه الاجابات في ظهر الكتاب فنقدر ان احنا نرجع لها فحالة لو احنا مش فاهمين الاجابة دي او مش فاهمين اي حاجة في الدرس يريد تبعطيلي على الجروب اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على طول باذن الله المرة اللي جاية هتكون خاصة بتخصص تاني ايا كان وباذن الله هنحاول ان احنا ننظم موعدنا يعني كل مرة هيبقى تخصص معين علشان نقدر ان احنا نلم كل المحتوية اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله تزبان اخير